حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وقد الليثي بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد قال كان يقرأ بقاف واقتربت حدثنا حجاج حدثنا ليث يعني ابن سعد حدثني عقيل بن خالد عن أبن شيهاب عن سناني ابن أبي سناء الدؤالي ثم الجندعي عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حني قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقالوا لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها لسنن لا تركبون سنن من كان قبلكم سنة سنة حانا محمد بن القاسم عن الأوزاعي عن حسنا بن عطية عن أبي واقد الليثي قال قلت يا رسول الله إن بأرض تصيبنا بها مخماسة فما يحل لنا من الميتة قال إذا لم تستبحوا ولم تغطبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها حدثنا عبد الرزاق وابن بكر أنا أبن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان عن نفعي بن سرجس قال عدنا أبا واقد البكرية وقال ابن بكر البديرية في وجعه الذي مات فيه فسامعه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سناني بن أبي سناء أديلي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حني فمررنا بسدرة فقلت يا نبي الله جعلنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوتون بسلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بن إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم حدنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إن بأرض تصيبنا بها المخمصة فما تتحل لنا الميتة قال إذا لم تستبحوا ولم تغطبقوا ولم تحتفئوا فشأنكم بها حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سنن بن أبي سناء الدؤالي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حني فذكر معنا حديث معمر ومعمر أتم حديثا حدثنا عبد الصمدي وحماد بن خالد المعنى قال ثناء عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عبد الصمدي في حديثه حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنيمة الأبل فيجبونها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطيع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا أبو النظر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن زيدي بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الأبل ويقطعون أليات الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطيع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيدي بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصور حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سعد عن زيدي بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يومين إن الله عز وجل قال إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لا أحب أن يكون إليه ثاء ولو كان له واديا لا أحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب حان عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حديث أبي مرة أن أبا واقد الليثي حدثه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر من ورائهم وانطلق الثالث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر قالوا بلى يا رسول الله قال أما الذي جاء فجلس فأوف آواه الله والذي جلس من ورائكم فاستح فاستح الله منه وأما الذي انطلق رجل أعرض فأعرض الله عنه حسن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن نفعي بن سرجس قال عدنا أبا واقد الكندية في مرضه الذي توفي فيه قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أنبأني ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن نفعي بن سرجس قال عدنا أبا واقد الكندية قال ابن بكر البديرية في وجعه الذي مات فيه فذكر الحديث حسن محمد بن نشجاني وهو أبو جعفر السويدي حدثنا الدراوردي حدثني زيد بن أسلم عن أبن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصور حسن يونس وسريج قال ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبت بن مسعود عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر رضي الله تعالى عنه عما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين قال سريج بيم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخروج قال فقلت قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد حسن أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين حدثنا نافع بن سرجسة أنه دخل على أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأدومه على نفسه صلى الله عليه وسلم